اهلا وسهلا بحضراتكم تعرفين انا امي من ضميات بس انا معرفش وما سمعتش من امي التعبير بتاع منجأونا ده امي دايما كانت تقول الفطيرة الضفيرة بس كده بس طبعا واحنا صغيرين وانا مش فنين طبعا بقى فانا ايه مقولكوش يانها ربيات اوانا انا كنت طفل بدين جدا كلابيزو قد كده هوا رئيب جدا جدا دي حاجة الحاجة التانية بقى ايه كنا نعد وماما تجيب لنا الالوان وتجيب لنا البيض المسلوق طبعا بقشر وتخلينا انا ومريم اختي نعد بقى ايه نلون وبقى احنا بقى ايه قال يعني احنا شطر اوي فعاوزين نعد نرسم على البيض الملون فكنا بمبوزوا الحقيقة والحقيقة ماما كانتش بتعترض على اي شيء ونلغوص الدنيا ونبوز الدنيا وحاجات زي كده النهار ده حتى كانت بتقول لي انه زمان تقليد كان لطيف قوي زمان انا بقى مش فاكر ده قايت لي كان كنت انا نرسة صغير عندي بسنا حوالي سنتين قايت لي كنت لما جي اجيب لكم الالوان والبيض المسلوق ونقعد نعمل الفطيرة الضفيرة اياها دي وحاجات زي كده كان لازم لازم تلاقي في حاجة اسمها حفلة شم النسيم وكان يبقى بيغني فيها عبدالحليم حافظ فكنا نفتح التليفزيون نتفرج على حفلة عبدالحليم حافظ طبعا انا مش متذكر بقى الحفلة انا كل اللي متذكره ان انا قاعد عمال بلون البيض وحاجات زي كده انا بقولك الكلام ده ليه انا بقولك الكلام ده لان انا افتكر انه دي من ضمن الحاجات اللي بجد زي ما كنت بقول لزميلاتي العزيزات لازم نحافظ على ده حافظوا على كل العادات والتقاليد الحلوة اللي احنا كبرنا عليها من ابهاتنا واجددنا وامهتنا وجددنا وهلوم مجرة دي تفاصيل حلوة تشيع جو من البهجة والسعادة في البيوت علموا ولادكو كده عشان هم في يوم من الايام هم كمان يعلموها لأولاده خدت بالك لما دي نقيت لك هي اصلا الفطيرة دي اتعلمناها من اصل يوناني قديم السواحل بتاعة البحر المتوسط طبعا المصرية كلنا عارفين انها عندها تأثر شديد جدا بثقافة البحر المتوسط بشكل عام والتأثير الايطالي واليوناني على سواحلنا وعلى مدننا الساحلية يعني هتلاقي التأثير على بورسعيد التأثير على ضميات التأثير على اسكندرية مذهل وبالزات طبعا اسكندرية لان كان فيها جالية كبيرة جدا ايطالية ويونانية دي بقى انا حضرتها يعني لحد مثلا ما كان عندي 15 16 17 سنة كمان كنت عادي جدا تشوف اهالينا اليونانيين المصريين او المصريين من اصل يوناني والمصريين من اصل ايطالياني تشوفهم في اسكندرية عادي وانت راكم الترامو انت بتتمشى وانت داخل محل البقلة ده كان عادي جدا يعني وكانوا كتير دلوقتي اللي بقين قليلين قوي الاجيال الصغيرة كلها اما رجعت على الارض الامة او هاجروا حتى على امريكا وكندا وفضل بعض من كبار السن ودي برضو بتبقى من المتع اللطيفة انك لما تروح اسكندرية وتصادف حد منهم في محل في مكان اقعد وبعض المقاهي السكندرية العريقة يعني اقعد واسمع منهم الحكاوي وتفرج معهم على الصور اللي هم دايما محتفظين بيها مصر حلوة بزيادة احلى كتير من تصورتنا بس احنا نحافظ عليها شويتين النهاردة بما انه عيد شم النسيم وهو عيد مصري بالاساس عشان البدو تبقى فاهم يعني فانه السيدة الاولى قرينة فخامة الرئيس السيدة انتصار السيسي بتهني الشعب المصري كله بعيد شم النسيم على صفحتها الرسمية وبتقول نصا اتقدم بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم ادام الله فرحتنا وبهجتنا والسعادة في حياتنا كل عام ونحن جميعا بخير وسعادة ايوة ادام الله سعادتنا وبهجتنا البهجة البهجة يا سيدي الفاضل ويا سيدتي الفاضلة هي مكون رئيسي جوة العقلية والنفسية والروح المصرية خليك في مكونك الاساسي والرئيسي انت مجتمع بنا العالم واشاع فيه البهجة فاصل ونكمل الكلام اهلا 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 طيب بصوا بقى احنا امبارح اتكلمنا حبتين على جعفر العمدة وامبارح امبارح ولا اول انا مش فاكر كنت بتكلم على منذر رايح ده فانا مش هعيد الكلام اللي قلته امبارح ولكن غالبا انا خلقت نظرية كده فانا هنقشها مع هذا الرجل المتقلق ولسه كنت بتكلم حالا دلوقتي مع صديقي وزميلي العزيز عصام مدير التصوير المبهر يجلس الان ورا الكرين اهو اه على ان في حاجة في تمثيل او اداء منذر رايحنا لدور الشرير هو شرير لا تستطيع ان تكرهه باي حال من الاحوال ما تعرفش ليه عنده سر ما شرير يخليك تتعاطف معه بشكل اوباء انا مش عارف الاول خيني ارحب بالمتقلق منذر رايحنا زاك يا منذر يعني انا عايز اقول صديقي ولا الاعلام المحترم اه ولا اقول يعني اه يعني الشخص اللي انا بحب اني اكون معاه دايما اه عشان مش فترة اني بحث باي كلمة معك ولكن انت اي كلمة بتقولها على الهواب اه بتكون نبع من دراسة وبحث اه اه انا بحب 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 الحوار ده جدا كل سنة تطير ومقدما كل سنة اه وانت طيب ان شاء الله وكل مستمعينك طيبين وكل جمهورك طيب يارب وانت بصحة والسلامة ورمضان كريم وبعدين ده كلام كبير جدا علي وانا عايز زمايلي يعلو الصوت في الاستوديو اللي احسن انه سامع صوتك من بعيد جدا حسن كده احسن كده معقول بس برضو زمايلي هما لازم يعلو الصوت من هنا عشان اعرف اسمعك بوضوحة ولا انا عايز اشكلم عن الكلام الحلو اللي انت قلته ده ده كلام كتير علي وكبير علي جدا لا احنا برضو ممكن نكشف للجمهور يا صديقي اللي حصل خلال التلات ايام التتاكر هو انا اتكلمت امبارح في الموضوع ولا اول امبارح وحصلت معانة الزمانات ايام خطوط حمراء انه عايزين نعمل لقاء مش يعني طب انت مسافر لا معانة يعني فحصلت ثلاث ايام يوم انا في الطيارة يوم يعني في الطيارة التانية وبعد كده يعني انا عاسف لو اتأخذت عنك يومين او ما كانش فيه يعني فكرة الاتصال ان شاء الله والاول ما وصل مصر لازم اني اكون معك لاتشرف حبيبي حبيبي دانا اللي اتشرف واتشرف بوجودك جدا معانا جوا الستوديو ولازلتو اجدد الدعوة زمالي ابوس ايديك وعلوا الصوت يا جماعة لو سمحتو انا عايز اسمع كويس منذر انا عملت نظرية هعرضها عليك انا بقول انه منذر رايحنا في تجسيده لادوار الشر وتحديدا مثلا عسبيل مثلا لو جينا خدنا مثال في جعفر العمدة شخصية شوئي انه شوئي مش شرير يعني ده احساسي انطباعي ما هو الشرير هو محمل بمرارة وقسة نابع من مقتل اخوه على ايد جعفر فهو شايف انه العدالة انه ينتقم لاخوه باي حال من الاحوال انه ده مخوه ما يروحش هضر ولهذا انا واحد من الناس وانا بتفرج انا مش زعلان من شوئي انا لمس له او التلمس له العذر افهم دوافعه ومنطلقاته وانا هنا بظن انه ده عبقرية في ادائك انك وصلتني لكده معنا معاك طيب يعني معاك مع النظرية وهي برضو نظرية احنا دايما بنتحسب على ردة الفعل الصوت اوكي كده معقول بني وبينك مش احسن حاجة بس كفاية انك معانا في كده احسن اه كده افضل كده افضل اه يعني ممكن نتكلم على نظرية انه اه احنا لازل ليه بنحاسب الشخص على ردة الفعل ليه ما بنحاسبش الفاعل صح ده ده رقم واحد رقم اتنين اه انا دايما بقول الشخصية مش موجودة في الورق بس اه في حاجة بس ابنيها او في يعني في حاجة النص الغير مقروب اللي هي ابعاد شخصية وهضرب لك مثال في شوي والنفترض والنفترض حنعمل دلوقتي في المصير عن شوي شوي حد عايش حياته تمام اه عنده اخواته وبينزل عالشغل بروح امه بتعمله الاكل اه صحي تاني يوم لأ اخوه معتول اه يعمل ايه رد بس ابن حاول انه يعني يعني ينتقم اه لذكورية العيلة او اللي يعطيها بضنجل قسن يأخذ بسقر ما تقتلش اه ما تقتلش وتسكن واللي حتى لأه ما تقتلش بالعكس ده القاتل الرئيسي في الحالة بتاعتنا اللي هي جعفر حتى وان كان القتل جاء بخطأ يعني لكنه عايش حياته بالطول وبالعرض وبيتجوز وبيشتغل وبيصرف ومهيس في خطأ فانا مثلا في مشهد وهو مشهد وحيد وده ده 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 ذكاء اه محمد ثاني يعني دلوقتي نتكلم عن كاتب اه اه وحشن وحشن اكلك يوم الكلمة دي لو يعني ركزت فيها في التمثيل صعبة صعبة الكلمة مع انها بسيطة جدا وبتتقال صح ولكنها صعبة اللي ليه علاقة في الحرمان وليه علاقة في سنين السجن اللي جوا فانا في الكلمتين دول بشوف سنين السجن انا بالنسبة لك منذر يعني كان فطار امي عادي كل يوم فجأة انا ده ده راح من عن اه وغيبناه تماما اه لشوقي اه دليل حرمان اكبر ممنوع زيارة اهله ما بين قوسين خوف ممنوع زيارة الاهلي ما بين قوسين خوف مش ممنوع بالشكل الممنوع قانونيا ولكن هم مش عايزين مش عايزين يوصلوا شواء اه خرج من السجن هتتوقع منه ايه الراجل ده انتقام خلاص يعني ده ده ولسه احنا هنشوف احداث طبعا اه ولكن تعالوا شوية يعني سبع سنين مستهلين يعني شبت عمره ضاع على موقف على موقف هو شايفه رجولي بتلاحظة من اللحظات فكان كلامه حتى حتى لما ابو في السجن قال له اه كسرتنا واتفا يحني قال له عشان ايه يحني هو انا عملت ايه عملت ايه بس قولي بدل ما تقولي شكرا فده ده بالنسبة لشوية وهتشوف فيما بعد اه بعده التالت اه في التمثيل وهدوه اه اللي اصر عليه اه محمد سامي الهدوء قال لي ودخلنا في مراطق تانية اه في عالم التمثيل حتى انت عارف مرات بتوصل لمرحلة بتقول اه او بقولك ليه ما مردتش او ليه ما اتكلمتش شوية ما بتتكلمش خلاص يعني خلاص بعد اللي حصل يتكلم ايه يقول ايه وده ملاحظ فعلا في الشخصية ان الشخصية بتعبر اكتر ما بتتكلم والتعبير اما بيبقى بقى فعال او بنظرة عين او بابتسامة وده من اكتر الحاجات اللي لقت اعجاب الناس انه الاداء شديد القوة وشديد العمق مش كلامه تشنه لاني يا صديق اشأت امقابات اشأت امقابات السجن بيعلم الصمت طبعا اللحظات طبعا ما فيش الشريك ما فيش الشخص ما فيش يعني اه يعني انا انا لو حنرسم مشاهد شوية جوة السجن ما بيكلمش حد لو عايزين نشوفه صح ده واحد بتاع ذهب وتاع بعرفش ايه والطفولته كانت عاملة ازاي فجأة هو في السجن تكلم مين يعود مع مين ده طب فكان يشوف يشوف لا خرج من السجن بكل هدوء وانفعال الفعل الاول عمل كده الفعل التاني كده الفعل التالت كده وده كان اه مع اخوي الصغير اللي ما بينقوسين بدلعوا انه اهدى 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 يعني كله ماشي ستيب باي ستيب يعني الشخصية انا بعشقها طبعا يعني انا في الحلقات اللي شوئي مش موجود فيها انا كنت انا كنت بشوف نفسي جوه بس انا مش معاهم نظر انت عدت بنيت صح زي المسافر بيبعطونا خسور العيلة انهم بعدين بيفطروا سواء وبيتغدوا سواء لا وهو انت بعيد ايو نعم انت انت انا برضو وصححني في انطباعي يعني انا بقيت في انطباعي وانا بتفرج وانطباعي من الكلام دلوقتي اللي بتقوله ان انت قعدت مش قصة انك انت قريت الشخصية كويس وفهمتها كويس فبدأت تمثل انت بنت لها خلفية نفسية وخلفية وجدانية انت قعد عمال بتتكلم على سنين السجن اللي هي ما كانتش موجودة عمليا في المسلسل بتتكلم على حالة نفسية بتاعت سجين داخل مجرد انه كان عاوز من وجهة نظر ويحقق عدالة بالانتقام لاخوه هو جاي من عيلة ما هماش مجرمين دول تجار دهب ما يسوري الحال طفولة ونشأة مريحة وبالتالي هو منفصل كمان عن الناس اللي حواليه في السجن ومش عاوز يختلط بيهم وصموت فانت بنيت يعني ماضي وخلفية طويلة للشخصية تصدقني يا صديقي انا كنت لما ابص على الحلقات اللي انا مش موجود فيها واشوف الزل اللي فيه اهلي ده باتكلم دلوقتي الجد اني كنت دمع ولا يعني احنا خلصنا المسلسل مثلا وخيرا كنت ابص على المشاهد اقول لا انا عايز اخوك دلوقتي ليه بيعمل وقف اخويا كده خلص انت دخلت دخلت في المرحلة انت انت اصبحت ملتحم مع الحالة بتاعت المسلسل وهي صعبة يعني هي صعبة انك تشنف الفعل او تسمع الفعل فانا كنت اقول ده لو جوه السجن بيخبر دماغه فين قاعد لو سمع الخبر ان اخوض ضرب او امه تهانت ده بيعمل ايه جوه السجن صح صح 100% صح وده يعني نتكلم للامانة انت عارف انا شفتلك مشهد برضو كان بالنسبة لي مشهد حلو مش عارف الناس ركزت فيه ولا لا مشهدك مع وداد وانت بتقول لها انا اصلا مش طيقك ومش عايزك وكت بس بتجوزك علشان ازل العيلة دي امشي طلع بره هو عمليا داد دالي احساس اكتر بانه شوقي مش شرير هو شوقي اصلا بيحتقر الشر وبيحتقر الاشرار فانت مش طيقها لانها عملت شيء بالنسبة لك ده شيء كبير وسيء اوي اوي فانت كمان مش طيقها في بيتك هل تتوقع بانه شوقي اه يعني من وكي تنظرك في الشخصية انه على بعد ثلاث امتار من جعفر ما يدش ضربه رصاصة تانية اه شايفه قدامه كل يوم لا يعني حتى في مشهد القتل لفلاش باك ما ضربوش رصاصة تانية صح لا اه ودي لازم نفكر فيها لانه مش قاتل مش مجرم لا بصية الشخصية الشخصية اه الشخصية صعبة جدا يعني انت طلبت واحد بالرصاصة واخد قرار انك تقتله وجدت فيه رصاصة يعني كان ممكن نكمل عليه صح يعني اه انا في تصوري جد اصعب شخصية موجودة اصعب شخصية في المسلسل دا يا شخصية شاوي اصعب شخصية شخصية صعبة جدا يعني اه اه رافيها لحظات اه حتى بيكلم لما يكلم اخته بقول لها انا كنت تفكر انه سنين السنين بتغير اللي اللي جوه السجن دي طلعت بتغير اللي برده كمان اه انا برضو شفت الجملة دي يعني كل نخبر هو 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 حد لو حدته تحت التلسكوب هو حد مجروح جدا حتى من اهله اه يعني حتى من اهله اللي عمل عشانهم كده اه فيه زوايا زوايا ثانية يوسف لشوه يعني فيه زوايا ثانية بص يا منزر انت عملت دور حلو بشكل الحقيقة اه ابعد من اي مدى الحقيقة وعلى ما يبدو كمان من وجهة نظر يعني ولو سمحتلي انه انت تتقلق يوما بعد يوم يعني من ساعة ما اه شفناك على شاشة الدراما المصرية بالتحديد ومشاء الله الكيرف قاعد عمال بيزيد ويعلى بسبات لافت فحقيقي من قلبي يعني كل التوفيق كل التوفيق ومن قلبي انا بقولك بابلو ستوديو مفتوح وقت ما تلاقي نفسك رايق ووقتك سامح قل لي انا جاي اه طبعا يعني انت عارف ان عени يعني ودهل دهل جميل شيك يا صديقي انهان انت قريب جدا من الناس الله يحفظك اه ف اه يعني بحضي ان يكون معاكن اتكلم اتشرف يعني في ابعاد مختلفة لو سمحت اردوا كل ثنة وانتو طيبين يا رب الصحة والسلامة وشكرا للجمهور كله شكرا طبعا مش عايزة أشكر كل العمل لأنه دول عيلتي فمحدش بيشكر عيلتي يعني كلهم دون استثناء وإن شاء الله أن نكون قدمنا حاجة لطيفة كده في رمضان نستنا شوية المشاكل في حياتنا اليومية وكده يعني هي حاجة لطيفة ما فيش حاجة هتنسى مشاكلنا ومشاكلنا الكبرى وربنا يحلها دايما من عنده هشوفك قريب ان شاء الله بعد العيد وتكون أجزت بقى كده بعد تصور المسلسل وريحت ولازم نشوفك كل شكرا ليك الفنان والنجم المتقلق الحقيقة وبشدة منذر رايحنا زي ما كنت بقولك مبارح هو التقلق برضو التقلق عند المصريين يخليك طول الوقت قاعد الآن منك انت هتتحط في في الدايرة بتاعتي عمدها بجامل الناس لا بصراحة مش مجاملة وأنا ما أظنش مثلا إنه في حد شاف الأستاذ محمد عبد العظيم في أي دور إلا وقسنا عليه ده واحد وما أظنش إنه في حد ما أظنش إنه الأستاذ محمد عبد العظيم ظهر في أي مشهد وما خطفش العينين أستاذ محمد عبد العظيم بيقوم بأي دور اللي شرير أبو دم خفيف يعني لازم أعمل لك لفتة حتى لو ما بيقلش إفه يعني أنا مثلا لما فتحت الوصاية بتفرج عليه لما خد بعضه وفضل ماشي وراء منازكي وبعدين حد من صوبيانه جهز له بالميكروفون ويعود لك ما زارع إنت إنت شاف قدامك راجل تجر شرير بيديق على الست وعاوز يبوز لها لقمة عشها ورزقها بس إنت فجأة تروح بصص كده اللي هو إيه إنت إيه يا أخي وتضحك يعني اللي هو شر يخليك تبتسم في نفس الوقت ده شيء بالمناسبة ما هواش سهل على الإطلاق فإحنا إحنا معانا على التليفون المتقلق وبشدة وكما جرت العادة أستاذ محمد عبدالعظيم إزاي الصحة أهلا أهلا بيك يا فن أهلا أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف وأهلا بجمهورك وأهلا بالتلفزيون المصري لا ده أهلا بيك ونبرة الصوت بالنسبة لي مفاجئة جدا قل لي لي قل لي لي أقول لي حضرتك لأنه إحنا دايما كلنا عموما كمشاهدين بيبقى فيه عندنا التصور عن شخصية الفنان أنها قد تكون قريبة مما يجسده على الشاشة أو في الأعمال لكن بتبقى دايما شخصية الفنان غالبا مختلفة خالص وأنا هنا لو مش عايزة طول عليك أنا هنا بفتكر الله يرحمه يا رب العظيم بابا عبدال أستاذ عبدالمنع مدبولي أن أبوته مرتين وما كنتش متصور أنه ده بابا عبداللي بنشوفه في التلفزيون هادي ولا يتحدث إلا بمنتهى الجدية وابتسامته مش نادرة ابتسامته تكاد تكون غير موجودة فأنا لقيت أستاذ محمد عبدالعظيم صوته هادي جدا 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 منورنا وده أولا أستاذ محمد أنا كنت بقول أنه الشرير اللي بيخليك مش بس ما بتكرهوش بيخليك تبتسم ودي برضو معادلة غريبة جدا في التجسيد بتاع الأدوار وده اللي دايما بنلاحظه أنه لما بتطلع مثلا الموظف مش مظبوط في ميت ويش برضو أنت قاعد عمال بتضحك يعني أن قاعد عمال بتفرج وبضحك هو شرير يا جماعة مش بس عضو في تنظيم عصابي لا دا موظف مش مظبوط بس بتضحك أشوفك في تحت الوصاية برحك الله أفضل بها يعني شره البلية ما يضحك يعني دايما أحيانا وبعدين دايما النصاب والشغير أنا في رأيه بيدحك يعني أنا رأيه بالشغير والنصاب دايما بيدحك لأنه هو على عكس المعتاد وخصوصا كان شره زايد أو كده يعني أنا بانسجل شخصية بطبيعتها وبتقول الكلام اللي المفروض يتقال أنت بتضحك على مفرداته بتضحك على طريقته بتضحك على جشعه وأنا بلؤم كده بتعمد أحط حتة دمها خفيف في الدور علشان ما يبقاش مكروه بيور يعني ما يبقاش مكروه على طول ما يبقاش قبيح ومنفر يعني يعني مش ببرر الشر لكن هو الشر دايما حتى النصاب بيدحكني يعني أنا ما واحد يجي ينصب عليها ببقى بدحك لأنه شاية الخريطة وهو بينطب كده فبحاول أخلي الناس تقبله تخضبه يعني عارف أنه إحنا عادة في السينما ما عندناش شرير يدحكك يعني يقوم بدور شرير شرير بقصوة ويدحكك اللهم إلا كان توفيق الدقن الله يرحمه أظنه كان الشرير الوحيد والعظيم استفان رستي وعدل أدهم واستفان رستي وعدل أدهم صح 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 مية في المية غير كده الشريك كان بيخليك تكره الشخصية يعني كنا مثلا نشوف الله يرحمه والسيد زكي رستم أو زكي بيك رستم تتفرج عليه بتكره الشخصية خلاص تتفرج على الله يرحمه المبدع العظيم محمود المنيجي شرير لا تستطيع أنك إنت تضحك ولا تتعطف معاه ولا حاجة خالص يعني أنت عاوز فريد شوق يخلص عليه بأي شكل من الأشكال فأنا بشوف أنه الأستاذ محمد عبد العظيم هو من المدرسة دي الشرير اللي بيخليك طول الوقت مبتسم وعاوز يكمل في شره عشان أنت عاوز تشوف مشاهد أكتر وده تبقى حاجة غريبة جدا يعني أنا ببقى بسوط أن الناس بتضحك وبعدين علشان ما يتنسيش يعني هذا النوع من الشر وراجل اللي بقعدي يدايق الولايات في عيشتها وتتت مكرحة وغلبانة ودمر لها شغلها وبوضع حياتها بس هو عنده منطق أنا مش عامله شر هو مش شبير من أجل الشر هو عنده منطق أنت جاية تبوضيلي قانون السوق أنت مش ماشي على القواعد فبالتالي ده دفعه في الشر هو ما يعرفش من الشر هو مشاخب باله من الشر انت جاية تتحدينا في لقمة عشنا وجاية تعملي نفس القانون بس يعني فده اللي مخلي فيه جزء حتى ده مخفيف يعني ما هو أصلا ده فاكر أول مشهد ما بينكو وهي بتقولك بكام قلت لها 1500 قلت لك طب ما تهزها شوية ولا تزودها شوية قلت لها طب 1600 فقلت لها فسألت أنتو بتبيع للمطاعم بكام قال لها 2220 جديد قلت لها أنت هبوصلنا في رزقنا بقى ولا إيه فالهو كده كده التاجر في الحالة دي هو متاجر مفتري جدا برضه يعني مش عاوز نسيب لها همش سنة زيادة كمان اه اه ومحتكر وشايف أنه هو الأحق بأنه يبقى الوسيط بين الصياد وبين المطاعم وبين الناس اللي تستهلك لأ وراعب السوق كله يعني التنجار التانيين عاملين له حساب وكلمة ليه؟ وراعب السوق كله بقية التنجار عامل له ألف حساب يعني يبص لأي واحد فيهم يقول له هو الحاج قال لك كام المعلم سيد قال لك كام وهو كبير السوق هو أقدم حد في السوق وكبيره وعيلة يعني من عيلة كبيرة مسكل رصيف كله والنمزج دي موجودة يعني موجودة في احتقار في حاجات كتير وحش حوت يعني ولغة البحر هو حوت طبعا طبعا وهي بسريعة يا صغيرة يعني فافترسها يعني غلبانة والله غلبان يعني طبعا هو الكل متعاطف مع الشخصية جدا اللي بتقدمها مونة زاكي لكن لا أحد يستطيع أن احنا حابين الشخصية طاعت المعلم سيد ما نقدرش ننكر ده على الإطلاق شوف ربنا يديم عليك محبة الناس ده بجد يعني ويديم عليك هذه الموهبة المهولة وانا فعلا محتاج ان احنا مرة تشرفنا نقعد نتكلم على حدوتة طويلة عاوز تحكيلي الحدوتة من أولها يعني من أول كان يا مكان وان شاء الله ما يبقاش فيه توتا توتا لعمر طويل نفضل مستمرين فأرقوك مرة تحكيلي حدوتة ده شرف لي يا سيد يوتي أنا اللي تشرف يا فاني ما تقولش كده أنا من جمهورك ومن محبيك ده أنا اللي من جمهورك جدا ما تقولش كده قد والله العظيم من زمان وانا باحترم رأيك وباحترم طريقتك وشرفني ويساعدني إن أكون معاك حتى في تلفزيون المصر بتاعنا ده شرف كبير ده من أيام ما كنا زمان حققتك بقى هتفتكر كنا زمان القناة الأولى دي كانت تلفزيون بمؤشر فكنا نجيبها على رقم خمسة وقناة تالية كنا نجيبها على رقم تقصد فيه أجيال ما تعرفش تلفزيون بمؤشر ده خالص ده كتاكيد دول بتوع ريموت دول ريموت دول ريموت لما جيه ريموت دخل بيتنا كنت فرحان قوي نورتني وشرفتني وباب ستوديو عشرة زي ما يتقال كده مفتوح في برنامج التاسعة تنورنا وتشرفنا فنان الكبير المتقلق المحترم المبدع الأستاذ محمد عبدالعظيم هستأذنكم أن نروح لفصل وبعد الفصل نكون في استعداداتنا لاستقبال مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة في لقاءنا الأسبوعي الدائم قولوا إن شاء الله أهلاً 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 وسهلاً بحضراتكم وكل الترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منورنا مولانا وكل سنة وحياتك طيب كل عام والمصر والإنسانية بخير وسلام كل سنة وانت طيب بمناسبة شم النسيم فيها حاجة؟ شم النسيم عيد وطني مصري قديم لا علاقة له لا بأديان ولا بشرائها حتى لو كان لا علاقة بأديان وشرائها تم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صام يوم عشراء لما أخبر من اليهود في يثرب المدينة بأنه يوم صالح نجى الله فيه موسى من فرعون أو بني إسرائيل من فرعون فالرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يقول وَنَا لَا شَأْنَ لِي بِهَذَا ولكن قال أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيام فحتى لو كان شم النسيم متعلق بشريعة من الشرائع لا بأس لكن هو الحقيقة عيد وطني قديم والقرآن الكريم أشار إليه ربنا في صورة طاها لما حصلت المبرزة ما بين سيدنا موسى عليه السلام وما بين الصحرة كانوا جايين من أنصنا بصهاج من صعيد مصر وكانوا مشهورين أنزاج بهذا الأمر فربنا سبحانه وتعالى أخبر يعني المعادل اللي حديده سيدنا موسى بوحي الله تعالى موعدكم يوم الزينة وأن يعشر الناس وضحى موعدكم يوم الزينة هو يوم الحصاد تتزين الأرض بالظهور والورود والرياحين والناس بالملابس الزهية وينطلقون إلى شاطئ النيل للاستمتاع وكانت البيوت تتزين بسنابل القمح وأنا والله أدركت هذا في صباي أنه كنا نأتي بسنابل القمح وكنا نأتي بحبات الفور وحوم الزهور نعم كل ذا كان موجود وطوارسنا ولا يزال فهو عيد وطني مصري قديم موعدكم يوم الزينة لكن الذين يكرهون الحياة ويعاندون الحياة ويحكمون بالبدعة والكفر والشرك دي بقى مدرسة معروفة نسأل الله أن يطهر منها مصر والبلاد والعباد هل البهجة والاحتفال تتنافى مع الإسلام نصا وروحا وفقها يا سيد الكريم أنا أشرف أن كان لي كتاب لو أنه نفد اسمه الترويع عن النفس دراسة فقهية مقارنة في جامعة الأزهر فيعني الخلاصة أن صحابي جليل اللي هو عثمان الخشاني رضي الله عنه وذهب إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال يا أبا بكر نكون عند رسول الله سلم فيعظنا ويذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي العين فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأولاد والضيعات يعني اتشغلنا بمدعبة الأولاد وتنمية الأموال فهل ترى ذلك يا أبا بكر أني نفقت فقال سيدنا أبا بكر رضي الله عنه والله إني أرى في نفس ما تراه في نفسك هلما بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا يباح نظم الشعر الغناء في حدوده وضوابطه تباح الموسيقى في ضوابطها السفر السياحة ترافل التنقل التصوير بكافة أنواعه المسابقات الثقافية الألعاب الرياضية لكلها ضمنطها كتابي الترويع عن النفس الدراسة فقية فهي مشروعة 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 في حدود الأداب العام فأكرر ورجع على العيد الوطني المصري القديم اللي هو عيد شم النسيم طيب هاخد من ده وهروح على العيد عيد الفطر احنا في مصر نسميه العيد الصغير في حاجات ضروري بنعملها في العيد وفي كمان احتفلتنا بالعيد انبسطنا في العيد وخروجنا في العيد هل يصح مثلا اقول فقه العيد ايه حلو ايه هو بقى فقه العيد ده بسم الله الرحمن الرحيم أولا بفضل الله يمكن هذا العام 1444 هجرية 2023 ميلادية مصر شهدت يعني كوكبة من الآيات الجمعة الماضية كان عند اخوتنا اهل الكتاب المسيحين الارتزوكس على وجه الخصوص الجمعة العظيمة ايه عندنا احنا كمسلمين الجمعة اليتيمة ولذلك تقليد من زمان من ايام العهد الملك انه تأذية صلاة الجمعة في مسجد سيدي عمر بن العاص في مصر القديمة رضي الله عنه وارضاه ولازال التقييد ده موجود صحيح كان يبقى قلت لك الجمعة العظيمة عند المسيحيين الارتزوكس والجمعة اليتيمة عندنا نحن المسلمين امس كان عيد القيامة المجيد وخالص التهاني هو القيامة المسيحة ورفع المسيحة دعك من التفاصيلات العقادية لكل شريعة او دين انا بتكلم على الاطار العام قام سيد المسيح عليه السلام رفع سيد المسيح عليه السلام المهم انه ليس في الارض بل في السماء حيو جدا بس خليك في المشترك ده بالضبط الآن بيعقب طبعا عيد المصري القديم وكل الشعوب لها عياد وطنية انا مش عارف الجماعة لمدرسة المشاهدين دول يعني مثلا الفرسة عندهم عيد النيروس كان في شبه الجزيرة العربية اسواق قديمة والاسلام لم يلغيها سوق عقاز طبعا سوق المجاز سوق المجنة هو يمكن جاتل المملكة العربية السعودية الشقيقة والحبيبة في نفس الوقت عملت تطوير عملته الجنادرية احتفاء بالطراث احياء اسواق عقاز وزو المجاز والمجنة لا بأس دي اعياد فهنا انا هقولك بس في الاخر سؤالك الجميل فاحنا اذا في مشتركات ما بين الشعوب والدول اهم شيء هتحرص عليه في فقه العيد المبارك هاخدك لحديث ومشاهدين ومتابعين للبخاري دخل عن السيدة عائشة رضي الله عنها الطاهرة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين عليها رضوان الله قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وعندي جاريتان يعني صبيتان دون البلوغ مش اما لا صبيتان دون البلوغ تغنيان بغناء بعاس يعني زي النشيد الوطن الآن او شعر الحماسة فاتجع النبي صلى الله عليه وآله طبعا لان ما قام النبي جل عن هذا وما علمناه الشرى وما ينبغي له فدخل سيدنا ابو بكر له ابوها عليه رضوان الله فقال معترضا على السيدة عائشة ابنته رضي الله عنه ام ازمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعلماء قالوا اباء معاقبين على هذا الحديث قالوا للأبي ان يؤدب ابنته في منزل زوجها وامامه ده من فقه الأسرة لان هنا يعني الاسلوب توبيخ من سيدنا ابو بكر كأب لسيدة عائشة ابنته رضي الله عنه قال ام ازمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي شو بقى الرحمة المهدى يا أبا بكر دعهما فإن لكل قوم نعيد ده في البخاري يا أبا بكر يعني دع الجاريتين تغنيان في بيت رسول الله في حجرة رسول الله فإن لكل قوم نعيد نحن النهاردة مش عايزين يعني يكون عندنا إحباط واكتئاب والناس اللي عايزة تصور الدين الحق بأنه بيعاند الدنيا أرجو أن ينتهي هذا الفكر المتسلف الوافد على الشخصية المصرية خالص التهاني بعيد القيامة المجيد لإخوتنا المسيحيين خالص التهاني للشعب المصري من المسلمين ومسيحيين وغير زالة بيعيد الوطن القديم شم النسيم خالص التهاني والأماني بقرب حلول عيد الفطر المبارك على مصرنا الحبيبة ومرحى للترويح عن النفس في حدود الأداب الشرعية بنا يخليك مولانا فرحتنا وأسعدتنا وقفدتنا وضربت المدارس المتشددة في مقتل كما جرت العادة نورت وشرفت بارك الله في الجملة الدين لا يعاند الدنيا وإنما يصلح من حالها ومن أمرها ومن أمر أهلها تمسكوا بدينكم واستمتعوا بدنياكم خلصت الحلقة لحد كده ولو كلنا العمر إن شاء الله هنقابلكم بكرة وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة